السلام عليكم اللي ما يعفني أنا أخوكم أسعد رزق واليوم راح نتكلم عن أربع علامات مهمة تستعمل للتحليل هل إحنا موجودين في بول ماركت أو في سوق إيجابي بشكل عام للعملات الرقمية أم لا كل هذا وكثر في مقطع اليوم بسم الله نبدأ هناك عدة علامات تستعمل لتحليل الوضع الظاهن لسوق العملات الرقمية أخترت منها أربع علامات هذه العلامات إذا عرفناها وتمكننا منها نعرف هل إحنا في بول ماركت أو في بير ماركت اللي ما يعفني إحنا ب بول ماركت يعني سوق إيجابي ومقبل على ارتفاع وبيير ماركت هو العكس من ضمن هذه العلامات اللي راح نتكلم عنها وأهم وأول علامة هو البيتكوين كلنا نعرف أنه البيتكوين هو الليدر وهو البيك بوس وهو قائد السوق هذا إذا البيتكوين أرتفع كل السوق يرتفع بعد ذلك وإذا البيتكوين هبط كل العملات تهبط بعد ذلك بشكل عام إيش المقصود بالبيتكوين؟ أول علامة متعلقة بالبيتكوين بشكل خاص وهو أن البيتكوين يقوم بتكوين على الاتشارت higher highs و higher lows يعني بالعربي قيمة مرتفعة وقيعان مرتفعة لأن تكوين ذلك على تشارت البيتكوين تعني أنه إحنا موجودين في uptrend بالنسبة للبيتكوين ننتقل الآن لثاني علامة ثاني علامة هي متعلقة بالإيثيريوم ليش متعلقة بالإيثيريوم؟ كلنا نعرف أن الناس لما تجد تدخل سوق العملات الرقمية أول عملة تفكر فيها هي أمن عملة بأمن لا مع أن العلم أن السوق هذا كله خطير لكن خلينا نقول أمن الخطير هذا هو البيتكوين بعد ما يقوم البيتكوين بالإرتفاع ويزيد الماركت كابيتاليزيشن أو رأس من سوق العملات الرقمية بعد ذلك الناس تبدأ تدخل في العملات الأكثر خطورة أقل عملة أمانا بعد البيتكوين مباشرة هي أولى أو أولى العملات البديلة وهي عملة الإيثيريوم الآن العلامة الثانية التي تؤذين أنه إحنا في بولورن هي أن قوة أداء الإيثيريوم تكون أقوى وأفضل من قوة أداء البيتكوين وسبب هذا يوبينا أن الناس بدأت تسحب فلوسها من البيتكوين نوعا ما وتخاطر شوية بأخطر العملات أو أقل العملات البديلة خطورة وهي الإيثيريوم هذه كانت العلامة الثانية العلامة الثانية وهو ما يعرف بالالت سيزن أو موسم العملات البديلة وهي العلامة الثالثة التي توابينا أنه إحنا الآن موجودين في قمة وذروة قوة البول ماركت اللي إحنا موجودين فيه حاليا يعني إيش الالت سيزن أو العملات أو موسم العملات البديلة هذا يعني أن العملات البديلة الآن تبدأ تتفوق من ناحية الأداء على الإيثيريوم وحتى على البيتكوين وهنا لما نشوف انفجار كبير في العملات البديلة في هذه العلامة نعرف أنه إحنا الآن وصلنا للعلامة الثالثة التي تظهر لنا أن السوق في أوجه وأن البول ماركت في ذروته العلامة الرابعة والأخيرة هي الأسواق التقليدية وأخص بالذكر الأسواق الأمريكية التقليدية في بعض الناس تحب تعتمد على الـ SP500 بعض الناس عن ناسدك بعض الناس عن دو جونز أنا بالنسبة لي أستعمل الـ SP500 بشكل كبير ليش أستعمل الـ SP500 بشكل كبير؟ لأسباب وراح أتكبها في مقطع مفصل إن شاء الله أو كبوست في قناتي على التليقرام على أي حال نفجأ لموضوع هذه العلامة أداء الترديشنال ماركت أو الأسواق التقليدية بشكل عام يعكس الوضع مش بس الاقتصادي حتى الوضع السياسي اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية فأحد العلامات التي تظهر لنا أن موجودين في بول ماركت هو حاليا الترديشنال ماركت أو الأسواق التقليدية إذا كان أداء الأسواق التقليدية مرتفع وجيد هذا يعني أنه إحنا الآن بشكل عام في بيئة مهيئة لسوق العملات الرقمية أن تكون جيدة أيضا والسبب أن السوق العملات الرقمية اعتبا في سبيكريتيب ماركت أو سوق ذو تخمين كبير وبالتالي تدخل فيه رؤوس الأموال عند ثبات الاقتصاد التقليدي بشكل عام هذه كانت بشكل عام أهم العلامات التي تستعمل لتحليل لا تنسوني أن والديني بدعاكم أكثر من الصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا شفت المحتوى خفيف ولطيف وعجبك لا تنسى دعم القناة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة